وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات مع الرئيس التركي استعرضت الأوضاع بالقرن الأفريقي خصوصا بالصومال أضاف الرئيس السيسي أن الأزمات بمنطقة شرق المتوسط تمت مناقشتها لاستعراض حلول وذلك بما يحقق الأمن والسلام ومصالح شعوب المنطقة أجمع كما استعرضنا الأزمة في السودان والجهود التي تبزولها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي وبحثنا أيضا باستفادة الأوضاع في القرن الأفريقي وخاصة بالصومال حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه ضد التهديدات التي تواجههم وأكد تطلعنا كذلك إلى استمرار التهديئة الحالية في منطقة شرق المتوسط والبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة ليتسنى لنا جميعا التعاون وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بها لتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة أجمع ترجمة نانسي قنقر